كبير مساء الخير مونير عجم مثل ما اذكرنا سابقا انه هذا الفيديو الثالث الليلة عم نسجله وحنربط بـ Organizational Project Management OPM بPMO يعني نحن بناء على الفيديوهات السابقة يعني يفضل ان نكون سمعين الفيديوهات السابقة بفيديوهات السابقة حكينا نحن عن الـ Organizational Project Management أما هو نظام إدارة مشاريع بالمؤسسات وحكينا كمان عن الـ PMO وهي مكتب إدارة المشاريع وأسباب بعض أسباب فشلوا ليش عم بفشلوا نحن هون هلأ ننتقل لهالفيديو لبناء مكتب إدارة المشاريع فعالة مثل ما اذكرنا بالفيديو السابق نحن نحن اليوم مش بيحاجي لمكتب ليحاجي لدائرة أما يعني Department أما Division لمكتب لإدارة المشاريع بالمؤسسة إذا المؤسسة تشتغل جزء كبير من شغله أما فيه جزء لا بأس فيه من شغل عم بصير عبر مشاريع هون شو نحن بحاجة نعمل كمؤسسات هلأ بالطبع لما عم بيجي الإدارة العليا بدا تأسس مكتب إدارة مشاريع ولا عم بيأسس سير تأسيس السابق متى ما إنه عم بيفشله لأنه عم بيكون هالمكاتب هذه دورة لا أكثر ولا أقل هو مراقبة وتحكم وتقرير وهالأمور من هالنوع شو هو الصح؟ أما نحكي نحن الصح بالطبع الصح مش بالمطلق بس إنه بشكل عام شو هو الأفضل يمكن الأفضل للمؤسسات اللي عندها جزء كبير من الشغلة عم بصير عبر المشاريع يكون عندهم دائرة أما ديفيجن أما ما بعفين نقول الشتسميات اللي ممكن نسميها يكون لإدارة المشاريع ممكن يكون يترقسوا فيس برزيدنت لبروجيك مانجمنت يعني نائب رئيس لإدارة مشاريع أما إذا نستخدم كلمة C-Suite Chief Executives بيكون عندنا Chief Project Officer CPO هالدائرة شو مهمتها؟ هالدائرة مهمتها وضع النظام المتكامل لإدارة المشاريع نظام مستدام للمؤسسة مع السياسات والحوكمة وهالأمور هاي على المستوى الأعلى بالشركة ومن ضمنها ومن بعدها بيصير ممكن تقسيم لمكاتب بدوائر أما على Division Auto اللي هي ممكن تكون بالتكنولوجي بالIT بالإنجينيرين بالماركتنج بالسيلز حسب الحاجة ممكن يكون في مكاتب أصغر مع وضع منهجيات مناسبة لإدارة مشاريع حسد من كل نوع مشاريع نوعه يعني مثلا مشاريع الماركتنج التسويق والمبيعات بحاجة يكون إدارتها مختلفة عن مشاريع الإنشائية ومشاريع العمار وكمان بحاجة تكون مختلفة عن مشاريع التكنولوجي والIT والتطوير البرامج معناتها نحنا اليوم إذا في عندنا نحنا كمؤسسات تحترم عنده احترام لعلم إدارة مشاريع تعتبره هو علم له إفادة لازم يكون في عندنا نحنا مسؤول رئيسي بالشركة على مستوى القيادة بالشركة يكون مسؤول على إدارة مشاريع يكون هو عنده دائرة أمام مجموعة معه يبلش يضعه النظام المتكامل لإدارة مشاريع بالمؤسسة مع التكييف وتعديل المنهجيات حسب الحاجة كل دائرة بدائرتها وحسب نوع المشاريع التي تقوم فيها الشركة لما بيصير هالشي وبيصير فيه تعيين مسؤولين للمنهجيات الموجودة وبيصير فيه موضوع كمان تنفيذي مش بس عملية وتأسيس هالمكاتب بالطبع لازم يكون كمان فيه نوع من الملاحقة ومتابعة لمدراء المشاريع بهالموضوع هذا هلا لما نحكي عن هايك موضوع احيان بنسيق فهمنا وبنفكروا العالم انه المقصود فيها انه كل مدراء المشاريع لازم يكون تابعين لدائرة واحدة ليس المقصود بالطبع المشاريع نحن نطرحه انه اي مشاريع استراتيجية او اهمية عالية لازم يكونوا مدراء المشاريع مختصين محترفين من دائرة ادارة المشاريع بالمؤسسة اما مثل مشاريع الاصغر ممكن يكون بتطوير البرامج بالاي تي ولا بالماركتنج ولا بالفناس ولا بالاتش ار ولا بالتدريب ولا هالامور تانية ممكن يكونوا مدراء المشاريع من هالادارات هاي دي على الشرط على الشرط يتبعوا المنهجيات اللي وضعتها اللي وضعت بالمؤسسة عبر النظام المتكامل للوضع وهون بيكونوا تحت مراقبة دائرة ادارة المشاريع وهيدا اساسي هلا بالطبع مثل ما انه نحن انه المنهجيات ممكن يكون قاضي للتعديل والتغيير وكل نوع مشاريع اللي يكون لها منهجيته المحدده لها بس على الشرط انه تتبع للنظام المتكامل هلا بالطبع نحن كسكان معاملين منهجيه فينا نتكلم عنه مستقبل انه ما حكينا عنه بس هذا هو الضروري يعني نقطة البداية اذا بنختصر ونتنغلق هالفيديو هالحلقة هاي النظام متكامل بيكون تحت اشراف مدير من الادارة العليا بالشركة مع دائرة التياب على قلو اللي هني مسؤولي عن وضع البرامج والمنهجية والنظام المتكامل لادارة المشاريع مع السياسات والحوقمة وهالمسائل هاي بالاضافة الى تقسيم العمل انه كل نوع دائرة واختصاصاتها بيكون عندها منهجية مستقلة شكرا وصفحالا خير